في لقاء جمع ممثلي المكاتب السياحية في المملكة وبحضور القمص أنطوني الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينة عناب عن وجود خطة شاملة لدى الوزارة لتشجيع السياحة للأماكن الدينية المسيحية ومن بينها موقع المغطس وبينت عناب أن الهدف من هذا اللقاء هو تشجيع السياحة البينية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية علاوة على تنظيم رحلات للحجاج القبطيين إلى مواقع الحج المسيحية المعتمدة في الأردن خاصة إلى موقع معمودية السيد المسيح في المغطس الذي أصبح يستأثر اهتمام حجاج العالم لافتة إلى أنه رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة إلا أن نسبة أعداد السياح خلال العام الماضي إلى هذا الموقع زادت بواقع 23% عن عام 2015 اليوم بحثنا طرق كيف ممكن أنه نطلع ببرامج التي تكون نستقطب فيها الحجاج القبطيين للأردن وطبعا بحكم أهمية الأردن وبحكم وجود موقع المغطس وهو موقع انطلاق الديانة المسيحية التي انطلقت منه الديانة المسيحية فهذا الموقع جدا مهم كموقع للحج وكموقع أننا نروجه في الأردن على أساس نستقطب في الحجاج القبطيين وغيرهم بدوره قدم القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية في الأردن شكره لوزارة السياحة على اهتمامها بالتشجيع السياحة الدينية بين مصر والأردن معربا عن استعداد الكنيسة القبطية بدعم رحلات سياحية منتظمة لأقباط مصر إلى موقع المغطس وبقية الأماكن الدينية المسيحية في المملكة وتم في هذا اللقاء التنصيق بين الجانبين الجانب الأردني راح يسوق سياحيا للسياحة الأردنية إلى مصر في رحلة العائلة المقدس والجانب المصري هيسوق سياحيا السياحة المصرية إلى الأردن لزيارة المغطس مكان عماد السيد المسيح والأماكن المسيحية المسكورة في الكتاب المقدس الموجودة في الأردن رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أعلن خلال اللقاء الذي تخلى له عرض فيلم أعدته قناة نورسات عن زيارة الوفد الأردني السياحي إلى جمهورية مصر العربية في شهر تشرين ثاني الماضي عن تشكيل الهيئة لوحدة متخصصة في السياحة الدينية إضافة إلى إطلاقها لحملة إعلامية عالمية لتسويق وترويج المغطس تم عقد اليوم لقاء بتابعة لزيارة مع الوزيرة السياحة ومرافق إلى جمهورية مصر العربية بتعلق في استقطاب السياحة القبطية للأردن وتم اللقاء مع مكاتب السياحة والسفر مع رئيس الكنيسة القبطية في الأردن لغاية التأكيد على دعم هيئة تنشيط السياحة للبرامج التسويقية في السوق المصري وتحديدا السوق القبطي الآن إن شاء الله تفقنا على أن يكون فيه إطلاق حملة تسويقية وترويجية في التلفزيونات والقنوات الفضائية متخصصة في السياحة المسيحية القبطية في مصر بالإضافة إلى إطلاق فيلم ترويجي عن مواقع السياحية المسيحية في الأردن بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع مكاتب السياحة إلى وضع برامج سياحية بأسعار منافسة في السوق المصري وبالتالي استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح للمملكة